في البداية شكرا انك اخترت تشاهد هذا الفيديو اليوم جاي يتكلم عن حل مشكلة الحساب الاعلاني المتعطل او المتوقف بسبب مخالفة ارشادات الفيسبوك كثير منكم بعد ما يتعطل حساب يجي رأس الفيسبوك ويرفضون الطلب يعني وصل لمرحلة اليأس انا نفس الشيء جلس حاول اربع سنين ودائما يرفضون طلبي الى ان وصلتني هذه الرسالة سوف يتم تنشيط حسابك الاعلاني خلال اربع وعشرين ساعة شفتها وطرت من الفرحة وجاي بهذا الفيديو اقول لكم كيف سويت بالتفصيل ضروري تشوفوه يا جماعة على اخر ثانية عشان تفهموا كيف ويالله نبدأ ونروح الى هذه الصفحة تلاقوا الرابط اسفل في الوصف داخل المدونتي تدخل على التدوينة تقرأها تشوف الرابط يفتحه بيفتحناك بنفس هذا الشكل بحسب لغة حسابك اه الفيسبوك انجليزي انجليزي اي لغة اخرى بيفتح بالمقابل لها انا في حالتي فاتح باللغة العربية اه بس اه ترجم لي سطرين بس والباقي بالانجليزي كأني يعني فاتح انجليزي انت لا تقرق انا بترجم وبيكون كل شي ايزي ان شاء الله انت الان روح تشترك في قناتي واعمل اعجاب لهذا الفيديو واجهتك اي مشكلة اي شي ما فهمته اكتب لي في التعليقات وانا برد عليك في اقرب وقت ان شاء الله دايما زور مدونتي انورسنان دوت كوم سوي لها بوك مارك عندك كده في المتصفح عشان تقدر تزورها باي وقت الان نرجع للشرح هنا بيقول اذا كنت تعتقد ان حسابك العلاني تم تعطيله بالخطايا تستطيع طلب المراجعة يرجى تزويدها بالمزيد من المعلومات لكي نستطيع فيه ماذا يحدث معك وجايب لك ثلاثة اسئلة انت بتجعب على هذه الاسئلة وترجع بالاخير تعبي هذا الفراغ يعني تعمل زي الباريغراف المهم اول سؤال يقول لك من هو مالك الحساب الاعلاني المعطل بتكتب اسمه زي ما هو موجود في معلومات الحساب الاعلاني انا كان الحساب باسمي كتبت انورسنان يقول لك select disabled ad account اخترر الحساب الاعلاني المعطل اي حساب اعلاني معطل انت بتلاقيه في هذه القائمة الممسدلة وتعمله تحديد انا في حالتي يقول لي لا يوجد حساب اعلاني لان انا حاليا ما عندي حساب اعلاني معطل والحساب المعطل لم تنشيطه الحمد الله بنجاح والان انا جاي اشارك تجربتي معاكم واشرح لكم كيف انحلت هذه المشكلة معايا فاهمين عليها انت من هنا بتختار رقم الحساب الاعلاني المعطل اه السؤال الثالث يقول لك يرجع اخبارنا اذا كانت اي من هذه الشروط تنطبق عليك وجاب لك ثلاث اختيارات هما مسرابطين يعني بنفس المضمون بس انت بتختار الاقرب اليك وتحاول كل مرة اختيار كل مرة اختيار من حد ما تنحلل المشكلة ان شاء الله اه اول اختيار كله بلد بطاقة الايمان اللي هي الكريديت كارد او الخصم الدبيت كارد لا تنطبق مع موقعك الحالي يعني بطاقة الدفع الخاصة بك صادرة من دولة وانت في مكان اخر مثلا بطاقة البايونير هي تأتي من امريكا صادرة من امريكا وانت عيش في واحدة من الدولة العربية مثلا اليمن وانت جيت تعمل رابط يعني والموضوع ما ضبط معك وحصل لك كده لخبطة ما يعني تقدر تختار هذا الاختيار اوكي وهنا اه سؤال الثاني يقول لك you have recently been traveling يعني انت كنت مسافر والخيار الثالث you have recently relocated اعتقد معنى relocated انتقلت نعمل بس ارجمة اكد ايوة معنى انت بتختار يعني الاقرب انا لما قبلوا الطلاب ونشطوا حسابي الاعلاني اخترت هذا الاختيار you have recently relocated وهنا اخر شيء يقول لك you can add more info to help us understand why you believe your ad account should be ressold تستطيع اضافة المزيد من المعلومات التي تجعلنا نفهم لماذا انت تعتقد ان حسابك الاعلاني يجب اعادة تنشيطه طبعا تكتب اي شيء في بالك بحسب لغة الفورمال انت فاتح اذا بالعربي تكتب بالعربي اذا بالانجليزي انا مش قادر يجيب لك سكريبت معين لان الاغلب حيتتابعوه والطلبات هي حت تنرفض يعني ما دام في كوبي بيس تنرفض انت تكتب اي شيء في بالك انا مثلا كتبت اه اي وانتو كنتروبيوت ان كرونا فايروس فاندريز تمام وعملت ارسال وانتظرت ممكن ست ساعات وردوا علي انه تم تفعيل حسابي الاعلاني تمام يا جماعة يعني الى هنا مفهوم اه بس الان نروح الى البريد الدعم الوارد عشان نشوف رسالة الموافقة من هنا مساعدة سريعة عندنا هنا البريد الوارد للدعم فتحناه اه بنزل اه ندور على الايميل اللي تم رد عليه بالايجاب المهم اه هنا ما تم تقديمه قال لي اسم من صاحب الحساب الاعلاني انور سنان اه هنا اه رقم الحساب الاعلاني الحساب المعبطل اه هذا هو الذي ينتهي بثمانمية وثمانية وخمسين يعني عشان نتأكد انه الان صاير مفاعل ندخل الى ادارة الاعلانات ننتظر بس سفته زي ما انت شايفين اه هذا الحساب هو باسمي وهذا المعرف تبعه اللي ينتهي بثمانمية وثمانية وخمسين والحالة الان نشط تمام اه هنا بيقول لي اه يرجي اخواني ايا من هذي الشروط تنطبك اه قلت يهاف ريسنتلي زي ما وضحت لكم من قبل اه قل لي ايش المعلومات اه اللي انا اشتي اضيفها عشان اه انا اشتي حسابي هو ايش المعلومات اه كورونا فيروس اه وزيت عملت لهم رد تاني يعني من البريد الوارد من هنا عملت رد هنا بيكون رد بدل اعادا تفتح حالة ام اذا عملت لهم اضافة وخطرت لهم رابط جمعة التبرعات كوفيد 2019 فاندريز فور دبليو اتش او وذي افتو 10 مليون ماتش المهم طبعا انا ما قدرت اتبرع والله كان اشتري اتبرع بس كله تتوفر حمرات جامعة التبرعات على فيسبوك حاليا في بعض البلدان وموقعات لا يدعم التبرعات في الوقت الحالي المهم يعني هما صاروا مغلقين 6 مليون دولار جامعة التبرعات بقي لهم شوية هنا ارد الفيسبوك عليا انه قالي شكراً Opening here سوف نستطيع ان نستطيع انه سوف يأخذ هاذا الأجراع بسبوك 24 ساعات سوف نستطيع انه ما قدرت ت其實 حسابك الاعلاني وسوف يأخذ هذه الجراع إذا كنت υisktورande لا يعني وجداً الوافقوا بتفعيل حسابي الاعلاني نشوف هذا كان كله يوم ستة ابريل تمام الرد علي يوم ستة ابريل بس انا كنت عامل يعني بلاغ بنفس اليوم هو اللي ردوا علي يعني هنا تسعة وعشرين مارس وهنا يوم ثلاثين مارس ردوا علي بعدها بشوية وقالوا ان حساب امليات تفتم تعطيله لانه ينتهك شروط خدمة الفيسبوك ولا يمكن عادة تمكينه مرة اخرى بس لسه في رسائل اكثر انهم مش قادرين يفعلوا حسابي هذا من 12 اكتوبر 2018 يعني وتشوفوا تاريخ الرسالة طبعا انا كنت بحدي في الرسائل عشان ما اشتي زحمة عندي بريدة دعم الوارد لاني على استمرار بالتواصل مع فيسبوك دايما ما تواجهني مشاكل معهم يعني مش طبيقية اخر مرة حذفو جميع الادامن من داخل احدى الصفحات اللي انا انشأتها دون اي سبب للان ما قدرنا نحل المشكلة المهم كانت زمان الفورما طويلة يقول لي هل هذا حسابك ويش تمعرف في حساب المعلن واي من طرق الدفع انت اقرأ اقرأ هنا يعني ممكن توقف الفيديو وتكرأ يعني ودايما جلسوا يردوا علي خلال اربع سنين وانا بحاول معاهم دايما رافض 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 اوكي يعني والحمد لله ضبطت معايا هذه المرة وتم تنشيط حسابي الاعلاني والان صرت استعمل حسابي الرئيسي بالاعلانات انا خلال لما كان حسابي معطل كنت استعمل حساب فيسبوك اخر استعمله في الدفعات تمام المهم اه هنا اذا رجعنا الى هذه الصفحة في هنا عندك اختيار if you are enabled to submit this form please click here اذا انت مش قادر تعمل submit لهذه الفورمة ممكن انك تضغط هنا وتختار منتج عمليات الدفع فيسبوك الذي تحتاج لمساعده بشأنه وملء الموذيات المتعلقة بذلك اخبرنا عن المنتج الذي تواجه مشكلة فيه مثلا عندك الاعلانات عندك الالعاب عندك الطلبات ميسنجر وهكذا انت ممكن تتابع وتعبي طبعا انا دا جبت لكم الشرح على هذه الفورمة لانها هي شاملة لكل شيء وهذه الحاجة يعني اكثر تخصيص المهم كان معاكم انوار سنان لا تنسوا تشتركوا فيه قناتي وتفعلون جرس الاشعارات اعملون اعجاب لهذا الفيديو اسئلتكم ارواكم اسفل فيه وانا برد عليها في اقرب وقت تشوفوا الفيديوهات السابقة دايما انزوروا مدونتي انوارسلان دوت كوم مع السرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة